بالنسبة لهذا الشرط هو تقريباً كان حاجز كان معوق يخلي مجموعة من الشباب ولا مجموعة من يرام في أنشطة تحول دون أن يليجو العالم المقاولاتية نعطيك مثال كانت مقاربة جزائرية في الأخير تقريباً سنوات الأخيرة ندخل في الجامعات نقع شباب ينشط في إطار النوادي وفي إطار الحاضنة الأعمال داخل الجامعة ولكن هذا الشاب يدير مشروع يبقى عبارة عن مشروع فقط يرفع قدراته يبذل جهد كبير يقدر نقول لك جود مشي كبير فقط كبير أكبر يبحث يطور نموذج في بعض الأحيان مش دائماً ومعنى يلحق للمرحلة الأخيرة باش يليج إلى عالم المؤسسة يجد الحاجز هو القانون يقول لك باش تنشأ مؤسسة يجب أن تكون بطال فبالتالي هذا كان تقريباً كبح عدد كبير من الشباب وكان من الشباب اللي راحوا مثلاً لنخارج من أسبابها هذا الأسباب شاب رحي يقول لك أنا يا القدرات التاعي مشي تعموظف ودورة التاعي تاعي إنسان يقدر ينشأ مشروع ويقدم قيمة مضافة في البلد التاعو